موسيقى أهلاً وسهلاً اليوم تمانية وعشرين شعبان يعني ربنا رائد أنصوم رمضان مع بعض أنت إيه ده؟ أنت ملبيتش جلبية ليه؟ ما دي قلبية باش؟ ده قميص مش قلب هي السلام عليكم السلام عليكم أهلاً يا حامد تعال سلم على عمك ناجي بيك عط الله وأخواتك من مصر أهلاً بالعم ناجي حامد ابني نقيب في حماس ونعم الناس قدتوا لنظرتوا وصامتوا وقفتوا قدام الجيش الإسرائيلي وعلمتوهم الأدم السلام عليكم يا جماعة وعليكم السلام أهلاً ناجيب ابني الوسطاني أمين سر الشبيبة في غزة من فتح ونعم الناس أنتوا تاريخ النضال الفلسطيني أنتوا لأطلقتوا أول رصاصة ورميتوا وأول حجر مصر خير يا جماعة مصر خير مصر خير ياسر ابني الزغير آخر العنقون وإذا معدول أو معدول لا هذا مع المورستان هذا بحاله السنة كامة ياسر رابعة كومبيوتر ونعم الناس أنا عاد إلي دماغ لحالي غير أخويا حامد وأخويا ناجيب أنا شخصياً شايف إنه مفيش فايدة عشان هيك كل أسبوع زمن وبخلص الجامعة وأهجي بعيد عن هان أنا بقى بحب الدماغ دي قوي أصلاً زيك كده غوي هجاجان ونوي تروح فين أمريكا؟ أعوذ بالله لا يا عم أنا مرتب حالي على السويل هم الخواجات صحة في أوروبا دا أنت تلاقيك مربط مع مزة هناك يا عم هي هيك صار إنه أربع سنين متقابل عشاد جمر بتقول للجمر جوم لك قد مطرحة إيش يا باش مهندس ليش جاعد بعيد هيك؟ إحنا ما بنحكيش في السياسة يا زلمة لا أصلاً أمي وحشيتني يا عمي بس هيك طب مضحكي يا هو ممكن خد بس دير بالك أحسن بكطع على طول أنتو ما عندكوش ديسكو في غزة طائش يا يا بابا وأنت وحشني أكتر يا حبيبي طمني على صحيتك يا سيدينك كويس الحمدلله المهم أنت خلي بالك من نفسك لا لا أنا أقول ما كيبش وقت الكلام ده أنا أصلاً مش هينفع طول في المكالمة بس أنا أحاول كلمك قريب إن شاء الله خلي بالك من نفسك يا بوكبات أيو كده لا إله إلا الله والله يا أخي حامد اللي انتو بتعملوه ده ربنا هيكفئكم عنه ويجزيكو خير إن شاء الله عشان كده الشعب يختاركم ومهما كانوا الصهينا عندهم سلاح ومهما كانت أمريكا بتساعدهم دولة الفجور والضلال والفسق آذر ربنا ينصرك على القوم الكافرين يقول تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم الله يفتح عليك يا شيخ حسد إنما أنت مجلت ليش إيش جيين تسوهان ده سؤال لا أستطيع الإجابة عنه يا أخي حامد أعذرني لكن تأكد إننا بصدد مهمة كبيرة جداً ادعي لنا أخي حامد ربنا ينصرنا ادعي لنا شباب لو بدكوا أي شي ها أي شي قولوا لي ما تخجلوا وأنت أخواتي ها ربنا يحفظك يا بدل أصول يعني لو سمحت أنا أجيب ممكن أطلب منك طلب أنت تؤمر تهمي كنت عايز تليفونك أتطمن على خطبتي في مصر بس هيك تكرم عيونك بس هيك طلبها شكراً hay 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 لما حماس مسكت السلطة بعد الانتخابات طلبوا من فتح إنهم يسلموا سلاعهم بقى هده المفروض برضه بطاري أصلهم دلوقتي السلطة التشرعية عشان المسائل متبقاش فوضى منيح ابني نجيب ما رضيش يسلم سلاحه كان ابني حامد وقف له اللولاد كانوا حيقعوا ببعض يا ناجي بيك ألا ودي شغلانة إيدي وانتك رأيك إيه ما فيش حدا بيسلم سلاحه البلد معرّن للضرب كل يوم يا ناجي بيك إحنا قبل ما نفتش معه لازم نشوف في الصهايلة إيش بيسو إحنا واقفين البعض وسعيبين عدونا عيامنا رحب كيب وانت شايف آخرتها يا أبو طاري حينا عايشين لبين ما نشوف آخرتها وإلا عمرينها ما تبين يا ناجي بيك نحنا سوينا اللي كترنا عليه والدور دلوقت للشباب الحياة الشكلو ما يطمينشي أبدا أبو طاري ايش آخر أخبار من نقط في مصر لا احنا عزين با نسمح نقط غزاوية مصر علينا أزمة نقط كبيرة في مصر قل لنا أنت واحدا يا ايسر طيب بسمعونا فيتنين محششين من غزة واحد بيقول لتاني ايش رأيك احنا لتنين ونصير فنانين قالوا كيف قالوا بسيطة قالوا انت بتصير فنان تشكيلي وأنا بصير فنان أشكيله هلأ أنا كشكيشي بخير طب اسم عدي غزاوي راح يحج عم شاف الناس بيرجموا إبليس بالإحجارة جاب عجل سيارة وولّع فيه أه مزارة أخري بعالك يا ياسر ده أنت مصيداً ياسر دماغه مقلوبة هو هيك طول النهار والليل بيتمسخر وبينكت طب اسمع هادي قررت الغزازوة والنبالسة والخلايلة كان لهم إبني جسر بين ه下一ظ tre الغزازوي قالوا الحديد علينا والنبالسة قالوا الحجارة علينا والخلايلة قالوا... mir Assad晋ع علينا وبعد أسبوع وجئ شجر ظا mustnت معاования قالوا الخلايلة يا أخاي 승ائلاً والنبالسة قالوا يا أخ ecological 스타 حلم الخلايلة قالوا منيح ما يضطينا حديد كان راح علينا أنا توت وأنا كمان طيب يضحك لا اسمع هذه يا ناجي بك أعلنوا منع التجول في غزة قام طلعوا أهل غزة عشان يش...